إسلام وفاليا إيه أكتر حاجة بتحبوا تعملوها مع بعض حيوانات احكولي بقى الصفر والحيوانات بس قصة الحيوانات دي جماعتنا إحنا اللي اتنين بتحبوا القطط والكلاب ولا الحيوانات كلها الحيوانات جميعا بس مين للقطط والكلاب طبعا وكانت سبب مأساة كبيرة في حياتي أنا ودي طب ليه مدام بتحبوا القطط والكلاب ليه مأساة والله هي احكيلي يا فاليا إيه ليه احكيلي بقى أنا عايزة أسمعك كده وانت تكلمي مصري كده يعني عايزة ملي وجني أولا إحنا بنعشق الحيوانات طبعا الحمد للهنا ربنا يعني خلى فيه حاجة حلوة كده بيننا أنا مش حاولي غير في يعني إحنا بنأكل حيوانات كتير في الشارع مش حاولي غير في وقت الحاضر ووقت المكانش فيه بني آدم في الشارع كان إسلام بينزل علشان يأكل الحيوانات اللي في الشارع وانا كنت دايما بقف من فوق الشبك أبوص عليه لأنه كان بينزل يحط أكل بسرعة كان لازم عاود أبوصش ما حدش يجي لأنه كان ممنوع أي حد ينزل بس مش قادر ينزل مش قادر ما تقدري أنتوا عندكم في البيت كمان قطة صح كده كم قطة بقى حكولي 17 كم 17 يا راجل حرام عليك 17 قطة في البيت 17 قطة في البيت وكان عندنا قطة شارع مش قطة شيرازي قطة شارع يعني بتمشي تلاقي قطة تخذيها تروحي بيها؟ لا هو اللي بيعني كده يعني حصلت يعني مش السبعتاشر مرة بس حصلت واضطرينا أن إحنا نوقف عند حد معين لأن ليه؟ ليه دول 17 حتى عدد قليل خالص؟ وصلنا كان عندنا 30 قطة تقريبا لا 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 ليه يا بنت كده؟ إدمان بقت إدمان خلاص طب وإنت بتحبي برضو المنظر ده؟ أنا بقى أشعر القطة وقطة حواليك وكده طول الوقت والله يا مين هقولك على حاجة غريبة جدا يعني إحنا نبقى ماشيين في حتة غريبة جدا مثلا حتى لو بره مصر لازم تطلع لنا قطة ما تفهميش من إيه يعني صح؟ يعني لازم نقابل قطة لازم نقابل قطة مرة حاجة غريبة جدا حصلت كنا طلعين القاهرة وعلى الطريق الدنيا كان بتشتي جامس جدا وعلى الطريق مرة واحدة الطريق وقف فإسلام بيبص كده حواليه بيقولي إيه اللي جايب دي هنا على الصحراوي بصت لقيت قطة قلت له ملناش دعوة كفايا نقمت ملناش دعوة على فكرة ملناش دعوة الطريق أنا طبعا مش هحكي كل القصة بس الطريق وقف ساعتين الساعتين دول كان الوقت اللي إحنا قدرنا إسلام طبعا نزل قلبه وما كانتش قادر نزل مسك القطة وحطاها في البنزينة وعطينا لها أكل ودخلنا من شرع جانبي لقينا كلب غلبان اضطرنا نأكله هو كمان فبعد ما خلص أكل الطريق تحرك فأنا هو قلنا ده كان دي كترسالة من عند ربنا ووقف نطريق ووقف من عند ربنا في الوقت عشان تقدروا أنتوا تخلصوا مهمتك سبحان الله رأيك كلام ده الحلوة دي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر